جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تأكيد على ما تليه الدولة حاليا من أولوية قصوى لقطع الصناعة والتصدير وخلال اجتماع لمناقشة سبل تيسير وتبسيط إجراءات ترخيص مصنع الأدوية والمسلزمات الطبية أشار مدبولي إلى امتلاك مصر العديد من الفرص التصديرية الواعدة في هذا المجال نظرا لتوفر البنية الأساسية والأيدي العاملة فضلا عن الاتفاقات التحفيزية في هذا الشأن مع القرية الإفريقية وغيرها